من بين 113 حالة اصابة مؤكدة جديدة هناك 8 حالات وافدة و 105 حالة محلية 42 حالة منها تتعلق بحالات اصابة مؤكدة في وقت سابق و 63 حالة الباقية لم يتم تحديد مصدر اصابتها وقالت صوفيا تشان سكرتيرة الغذاء والصحة بحكومة منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة ان حكومة هونغ كونغ الادارية الخاصة ستشدد اجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه وينبغي على المواطنين ارتداء الكيمامات في الاماكن العامة الداخلية اعتبر من يوم الخميس لمدة 14 يوما واضفت صوفيا تشان ان هونغ كونغ شهدت عودة تفشي المرض خلال الاسابيع الماضية ويكون الاسبوعان مقبلان حاسمين في جهود هونغ كونغ لمحاربة الوباء وقد تكون هناك اجراءات اكثر صرمة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه